قبيلة ولد تدرارين الأنصار المنحذرة من الأقاليم الجنوبية للمملكة تحيي من 11 إلى 13 من غشت الجاري بتراب جمع تولد مرابطة تابعة لإقليم الصويرة موسمها الثقافي والديني في نسخته السابعة والأربعين تحت شعار أعيان الشيوخ القبيلة في خدمة القضية الوطنية حفل الافتتاح شكل مناسبة لتأكيد مشروعية وعدالة القضية الوطنية وتجديد التجنود الدائم للدفاع عن مغربية الصحراء كما تميز هذا الحفل بإلقاء أشعار بالحسانية مع تكريم عدة من شخصية من الإقليم وعدة فاعلين وأعيان من القبيلة نظير جهودهم وإسهاماتهم في هذا الباب وبهذه المناسبة أكد رئيس المجلس العلمي المحلي بسويرة محمد منغيت على الدور الهام لهذه التظاهرة في توطيد الوحدة الوطنية لا سيما وأنها تصادف تخليد عيد العرش المجيد وذكر استرجاع إقليم ودي الذهب ويتوخى هذا الموعد السنوي غير المسبوق إرساء قنوات بين شمال وجنوب المملكة وتوطيد الأواصر أكثر بين أفراد القبيلة الذين حجوا من مختلف جهات المملكة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر